هوي بريس نحو إعلام هادف هذه مؤشرات ودلالات لأن المنتظم الدولي سواء من خلال الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الذين يتوفرون على حق الفيتو الآن اثنان من أصل خمسة يعترفون بمغربية صحراء وبسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية قوى فاعلة إقليمية كبرى أخرى في القارة الأوروبية وليس آخرها إسبانيا وألمانيا وغيرها من البلدان التي تدعم المغرب في المقاربة التي يقدمها كحل نهائي لطي هذا الملف النزاع المفتعل بشكل نهائي وبشكل واقعي يخدم مصلحة علاقات استراتيجية متوازنة للمغرب مع جيرانه ومع شركائه الدوليين وبالتالي فرنسا قرأت كل هذه المؤشرات افتتاح أزيد من 30 قنصلية وتمتيلية ديبلوماسية لبلدان إفريقية وأوروبية وآسيوية ومن أمريكا اللاتينية حتى في مدينتي الداخلة والعيون وحتى القوى التي كانت جد محافظة هناك عشرات الدول التي سحبت اعترافها بهذا الكاية الانفصالي أزيد من 30 دولة وأصبح ينظر له هناك قراءة دولية أن هذه المنظمة أصبحت مجموعة تهدد الاستقرار في شمال غرب إفريقيا خاصة بعد أن دخلت في علاقات مشبوهة مع جماعات متهمة بأنشطة إرهابية بأنشطة التهريب إلى آخره وبالتالي سيتم تفضيل الدعم الذي يميل إلى السقرار في شمال إفريقيا والسقرار في شمال إفريقيا هو مطلب استراتيجي لشمال المتوسط ولا يمكن أن يستقر وهذا الكيان المزعوم الانفصالي لا زال متواجدا إذن ينبغي طي هذا الملف بشكل نهائي